قلت لي بقى 24 24 فقلنا طيب خلاص احنا دلوقتي عندنا رئاتين فحصلت لنا سلامة فاحنا عندنا مشكلة دلوقتي عندنا الهشاشة النفسية فاحنا عندنا مشكلة في الهشاشة النفسية ضخمة جدا الناس ما عندهمش صمود نفسي ما بقوش مستحملين فنعمل ايه بقى فاتكلمنا عن حاجة انا مش طبعا الناس هتشوف البرنامج فاحنا هنتكلم عن السلام السلام بمعنى السلام النفسي هنتكلم بقى السلام بقى لو قلت الناس ستبرج على ملابك فحنا عندنا السلام يعني عندنا عندنا السلام بالمفهوم الواسع اه وازاي السلام ده مرتبط ارتباط كبير جدا 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 برمضان وازاي رمضان ده حاجة مليئة بمعاني السلام وازاي هنقدر نخرج معاني سلام كتيرة جدا 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 طب في رأيك ليه الناس بقى فيها عندها الهشاشة دي هبص حضيك فيه دايرتين دايرة الاولى هي دايرة الانسانية احنا البشر بقى عندهم سبع سمات زادت قوي السبع سمات اللي زادت قوي دي كفيلة ان هي انا اقول لحضيك السبع سمات ديت هي اللي بتأهلنا لعصر الروبوت ان الانسان يخلص ان نلم الدكانة بقى ونروح ندور على شوية الملياري الزهبي بقى يعني ان خلص بقى شوية البشر دي كلهم ويبقى نصفيهم على ايه على السبع عشان كتروا اولا فهو اللي حاصل احنا زادت فينا سبع صفات الصفة الاولانية زادت فينا الفردانية والفردانية حقريبة جدا جدا اكتشفت دات اول مرة اقوله وانا احنا نتكلم عن الفردانية الفردانية اكتشفت ان عمق الانسان ليس بما فيه داخله فقط بل عمق الانسان يكتسبه مما حوله يعني لو الانسان متواصل بما حوله وزاك دايما يقوله المؤمنوا كثيرهم باخواني وزاك الجنة اخوانا على سر المتقابلين فانت لو لوحدك وعيش لوحدك وعيش فرداني تلاقي نفسك بتقل مش بتزيد صح فالفردانية خلت الانسان العمق اللي فيه كسافة الباطن عنده تقل فدي هشاشة زود بقى حضرتك على ده كمان البشر كلهم بقوا ميزاجيين زادت الميزاجية بشكل مهول ولذلك طب انا هقول لحضرتك انا مش عايز اتكلم شويتين ثلاثة فيه التغيرات لكن عايز اقول لحضرتك ليه الميزاجية زادت انا بقول لحضرتك كلام انا ما بقولوش في البلنامي بتاعي ليه زادت الميزاجية زادت الميزاجية لاني هناك من كان لابد ان يجعل الانسان ميزاجيا عشان الميزاجية دي هي اللي هتزود الاستهلاك صح 100% ففي ناس قعدوا يخلوا البشر اكثر ميزاجية فبقى البشر كلهم بقوا ميزاجيين زادت فيهم ميزاجيين هم احنا ميزاجيين بس زادت فيهم ميزاجية جدا 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 طب وبعد كده ايه اللي حاصل في المعلومات زادت تشكك بقى احنا كنا منتظرين لما تبقى عندنا شبكة المعلومات وبقى عندنا معلومات كتيرة بس لزا ابن بيقول تي سي إليوت تضيع الحكمة تحت روكامل كلمات فزدنا تشكك ما زدناش وبقى عندنا فوضى في كل حاج وبقى عندنا سيولة في كل حاج لان كلام بقى كتير وكلام لما بيكتر دي ما نقول كده كلام لما بيكتر الحقيقة بتختفي طبعا زحمة زحمة جدا جدا زادت بعد كده ايه زادت المظلومية كمان زادت المظلومية عند الناس كلها الناس كتير اغلبهم بقى عندهم مظلومية حتى لما بيلاقوش حد يظلموه يظلموا الايام الليالي انا اللي عملت فيها الايام الليالي كده بعد ما زادت المظلومية زاد الاحباط فلما زادت المظلومية بقى كل واحد فيهم بيدعي ان انا مش قادر انا ما عنديش انا مخزول وبقت كلمة المخزولية دي بقت تجارة واضحة قوي عند الناس وبعد كده زادت ايه زادت الحساسية عارف حذلك واضحة أو في مشهد كده بتقول يا سبت البيت ليه؟ قلت لا لشان استرسلت لا لا معرفش ايه فالناس بقوا حساسين من الكلام ومن الافعال من كل حاجة يعني انا اعرف اصدقاء دلوقتي بتبوز الصداقة بينهم بعد تلاتين سنة عشان كلمة عشان موقف حساسية زادت وزادت العشوائي فده خلى الانسان هش خلت الانسان هش بدرجة كبيرة جدا جدا لان كل واحدة من دي هلاجد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بابيه وامي كان يعلم الناس خلق يقاوم كل واحدة من دي لا يؤمنوا احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبوا لنفسي ما فيش فردانية ويؤثرون على انفسهم ولو كان بيهم خصاص كل الكلام ده يخلي الانسان متين